أذكركم بنقطتين النقطة الأولى التوحيد ليس هو الله سبحانه وتعالى التوحيد عقيدة وفكرة عن الله جل وعز شأنه نأخذها من المعصوم فقط فاقاف طا من المعصوم فقط 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 هذا هو التوحيد الذي أتحدث عنه في برنامجي هذا وفي سائر برامجي لكن الحديث الآن هو في أجواء مجموعة حلقات أعرف إمامك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تذكروا هذا القانون دائما من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم فنحن لا نأخذ توحيدنا عن سقيفة بني ساعدة وتفارعها ولا نأخذ توحيدنا على الأقل أتكلم عن نفسي ولا أأخذ توحيدي عن سقيفة بني مرجعية بني نجاف بني طوسي وتفارعها لن أأخذ توحيدي من العارف الصمداني خلي طير من المحقق الفلاني من المرجع الأعلى من المرجع الحضيط خلي طيروهم هؤلاء يأخذون عقائدهم إما من النواصب وإما من الشياطين وإما من جهلهم المركب ومن عدم معرفتهم بفقه العترة الطاهرة والفقه والفقه هو العقيدة ما هي الأحكام الأحكام والفتاوى في حاشية الفقه الفقه الحقيقي معرفة الله ومعرفة الله معرفة إمام زماننا ومعرفة إمام زماننا هي معرفة الله هذا هو منطق قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو منطق ثقافتهم الذي هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي من هناك من هناك من فناء علي نأخذ قواعد منطقه وأسلوب تفكيرنا وقوانين فهمنا فنحن نفسر القرآن بتفسيرهم ونفهم الحديثة بتفهيمهم بقدر ما نستطيع إذن نحن في الصحيفة الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة شؤون عقيدة التوحيد وهذا هو الجزء الثالث هذه الحلقة الثالثة من مجموعة حلقات الصحيفة الخامسة تقدم الحديث في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد والذي عنونته الأساس التأسيس الأسس الأسس التي نبني عليها قواعد تفكيرنا ومنها ننطلق في أجواء عقيدة التوحيد مر الكلام لا أعيد بعد ذلك وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الشأن الثاني والذي عنونته أركان عقيدة التوحيد لا يحدث عندكم خلط بين هذا الذي ذكرته في عنواني الشأن الثاني وبين العنوان الذي الذي يتردد ويتكرر في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم الشريفة أركان التوحيد إنهم هم محمد وآل محمد هذا العنوان في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم يتحدث عن مقامات لهم وعن ظهورات لهم في عالم التكوين في طبقات هذا الوجود أما هذا الذي عنونت به الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد فهذا شيء أنا وضعته أنا اقترحته عنوانا للشأن الثاني من شؤون عقيدتنا التوحيدية أركان عقيدة التوحيد إنها عقيدتي أنا الإنسان أنا الشيعي حدثتكم عن أركان عقيدة التوحيد التوحيد في الأفق الأول ما قبل الحقيقة المحمدية في المقام الذي يعبرون عنه هذا التعبير كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في مستوى الحقيقة المحمدية بعد أن وجدت بعد أن أوجدها الله بعد أن خلقها فهي حقيقة مخلوقة وكانت ولم يكن معها شيء من عالم المخلوقات مطلقا هذا هو الركن الثاني من أركان عقيدتنا في التوحيد أما الركن الثالث التوحيد في مستوى اعتقادنا بهم بمحمد وآل محمد الذين هم الاسم الأعظم المتجلي من الحقيقة المحمدية فهم أعظم مجاليها مثلما الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم لله الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره مثلما نقرأ في أدعيتهم في رواياتهم في كلماتهم الشريفة الركن الرابع هذا يرتبط بمضمون عقولنا وقلوبنا إنه التطبيق النظري والعملي لمضمون عقيدة التوحيد بأركانها الثلاثة المتقدمة إن كان ذلك في عقولنا أو في قلوبنا ووجداننا أو في مكنون ضمائرنا أو فيما يكون في نوايانا وهواجسنا في أفعالنا في أقوالنا في كل شأن من شؤوننا هذه هي الأركان الأربعة لعقيدة توحيدنا مر الكلام فيها لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لكنني سأعرض بين أيديكم جانبا من حديثهم من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنحن لا نأخذ توحيدنا من العارف الفلاني ولا من المرجع الكذائي ولا من الفيلسوف الحكيم المتأله فلان لا شأن لنا بكل هؤلاء إنني آتيكم بعقيدة التوحيد من جعفر بن محمد وليس لي من مصدر آخر فهذا هو الكاف الشريف وتلاحظون من أنني ما جلبت كتابا إلا هذا الكتاب أنقل لكم أحاديث جعفر بن محمد حين أتحدث عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه هو عنوان حديثه حديث أبيه الباقر حديث أجداده حديث أمير المؤمنين حديث محمد إنه حديث الله إننا نصف الله بما وصف به نفسه ما هو الطريق إلى هذا جعفر بن محمد محمد بن علي الباقر علي بن أبي طالب محمد بن عبد الله هذا هو الطريق الذي من خلاله نصف الله سبحانه وتعالى ولا نبالي بأي أحد نأخذ وصف الله من هذه المنابع الطاهرة ولا نبالي بكلام أي قائل وماذا يقول إن كان من العرفاء الشامخين كما يقولون عنهم إن كان من المراجع العظام كما يقولون عنهم إن كان وإن كان بالنسبة لي لا أشتري بتوحيدهم وبحديثهم وبكتبهم لا أشتري بكل ما يقولون شيئا مطلقا ولا أزنه حتى بفلس ممسوح حقائق التوحيد نأخذها من جعفر بن محمد وانتهينا هذا هو الذي أعرضه بين أيديكم فقط فا قاف طا فقط وفقط نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر